تصف صادر من مواقع قوات الجيش الوطني هنا في جبهة عيريم حيث رابطوا أفراد اللواء الرابع حزب غرب مدرية القبيطة بلا حق حقوم الجيش يأتي لمنع تهركات ميليشيا الحوث التي تحاول من وقت لآخر إحداث اختراقات في بعض المواقع من خلال محاولات التسلل لكن الجيش تمكن كما يقول من كسرها وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد حاولت العدو لصنع أي انتصار على أي موقع في مواقع قبات عيفانة وعيريم كانت له قواتنا في المرصاد وبدلت دروس قاسية في العمليات القتالية والاستبسال دحر عناصر الميليشيا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في المديرية هو ما تهدف إليه قوات الجيش الوطني خصوصا وأنها تخوض معارك متواصلة تظهر أمكانية الحفاظ على انتصاراتها التي حققتها في تحرير هذه المواقع منذ ما يزيد على عام ونصف وفي حين ما يزال يرابط أفراد الجيش هنا فإنهم يطالبون الجهات المختصة في وزارة الدفاع باعتماد رواتب شهرية للمحرومين من أفراد الجبهة ورعاية أسر الشهداء والاعتناء بالكرحة نوجه رسالة لكل جهات الاختصاص نطلب وزارة الدفاع ورئيسة الأركان بسرعة ترقيم أفراد المقاومة في جبهات حيفان وعيريم والذي يبلغ عيدهم من 800 فرد منذ سنوات لم يحصلوا على أيراق معسكري نطلب من كيادة التحالف ومن كيادة المنطقة أن يلفتوا إلينا لفتت نظر لكوننا سنتين أو ثلاث سنين في المواقع هذه وأن نطلب منهم الترقيم للأفراد ومساواتهم بزملائهم في بقية الجبهات وفيما تشكل هذه السلاسل الجبلية طوقاً أمنياً للمحافظات المحررة يستوجب على الحكومة والمنطقة العسكرية الرابعة النظر إلى قوات الجيش بهذه الجبهة وإسنادهم ليتمكنوا من تحرير ما تبقى من مناطق المديرية والمديرية المجاورة خاصة بعد عودة الاشتباكات هنا إلى واجهة الأحداث بعد حوالي عام من الهدوء الحذر سامحة الوهاب قناة بلقيس لاحظ اشتركوا في القناة